لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك للحمد يحيي ويميته على كل شيء قدر الحمد لله الذي جعل الإيمان به سبحانه وتعالى نورا وضياء وفوزا للمؤمنين أحمده سبحانه وتعالى جعل عدم الإيمان به شقاء وضلالة للطغاة والكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدر وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك نعلى المحجة البيضاء ليلها كنهالها لا يزغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن ولهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاغًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَعْلَمُ أَحِبَّةِ فِي اللَّهِ أَنَّ خَيْرَوْ كَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أما بعد My dear respected brothers and sisters in Islam We thank Allah subhanahu wa ta'ala We begin by praising Allah azza wa jal We ask in His help and His assistance We seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala From our bad deeds And from the evil within our own souls Anyone has been guided by Allah subhanahu wa ta'ala No one will misguide him And if anyone has been misguided He is not being guided back to the head of Allah subhanahu wa ta'ala I bear witness that there is no God worthy of worship Except Allah subhanahu wa ta'ala Alone without any partners or associates And I bear witness that Muhammad is His servant and last messenger He has fulfilled the trust Delivered the message And He has advised the Ummah And He has driven the cause of Allah subhanahu wa ta'ala Until death came to Him May the peace and blessing of Allah be upon him Upon His family and upon those who follow them In righteousness until the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran which means O you who have believed Let fear Allah And let every soul consider what it has sent on for tomorrow And fear Allah Surely Allah is acquainted with what you do I advise you and myself first Brothers and sisters in Islam To be ever conscious of Allah subhanahu wa ta'ala And to fear Allah And to do construct our lives In accordance and following the book of Allah subhanahu wa ta'ala And the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam The love of Allah subhanahu wa ta'ala The love of Allah subhanahu wa ta'ala The love of Allah subhanahu wa ta'ala And the love of Allah subhanahu wa ta'ala Shoa desde Allah subhanahu wa ta'ala And the love of Allah subhanahu wa ta'ala And that there college is о Al give up Allah subhanahu wa ta'ala Yah標 Allah subhanahu wa ta'ala نلاحظ هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمن الذي قد آمن بالله عز وجل أن يزيد إيمانه بالله سبحانه وتعالى والله لم يقل يا أيها الناس يعني في هذه الآية لم يقل يا أيها الناس آمنوا يا أيها الكفار آمنوا ولكن قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وذلك أحبتي في الله أن هناك أسباب كثيرة لضعف الإيمان في قلبي المؤمن يقول الله سبحانه وتعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني أن الإيمان يزيد وينقص كما قال صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق أو يخلق الثوم أي يبلى الثوم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه أن القلوب بين إصبعي الرحمن يقلبهما كيف يشاء قد يكون قلبك في يوم معين يحب الطاعات ويتشوق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والعبادات وفي وقت آخر كما قلت في البداية أنه إنما يؤدي المفروض عليه فقط ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه في وصف الإيمان ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني الإيمان ليس كلام يتحلاه المرء بلسانه أو يتمناه ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال أعمالك إيمانك بالله عز وجل يجب أن تترجمه جوارحك لطاعة الله سبحانه وتعالى وليس فقط أنا أؤمن بالله ولكن لا أصلي ولا أصوم ولا يتكلم الواحد مع أحد المسلمين يعني لماذا لا تصلي يقول لك أنا أؤمن بالله والله سبحانه وتعالى غفور رحيم ونسي أن الله سبحانه وتعالى في معظم الآيات التي تتكلم عنها أيها الذين آمنوا وعاملوا الصالحات هناك الإيمان وأيضا العمل وليس فقط الإيمان باللسان فقط كما يقول الضالف We're talking today brothers and sisters in Islam about a very sensitive subject to all of us which is the strength and the weakness of إيمان in our hearts and nowadays we have seen this disease is eating the hearts of many or a lot of Muslims nowadays which is the weakness of إيمان in Allah عز وجل in our hearts Allah سبحانه وتعالى advised us and command us the مؤمنين the believers those who are already believers to also believe in Allah سبحانه وتعالى when Allah عز وجل says in the Quran which means O you who have believed, believe in Allah and his messenger and the book that he has sent down to his messenger and the Prophet صلى الله عليه وسلم says in one of his hadith that your belief in Allah one day increases and the other day or after a while it decreases and he said also in a different hadith that the hearts are in Iqbal or Iqbal to Allah عز وجل your hearts are in a state sometimes in coming closer to Allah سبحانه وتعالى very eager to worship Allah سبحانه وتعالى and to do all the ibadah and sometimes your heart can be you know not really wanting to do any ibadah so the Prophet صلى الله عليه وسلم said when your heart is coming near to Allah increase your ibadah to Allah عز وجل because your heart desires the action of worshiping Allah عز وجل but when your heart is not in the mood of worshiping Allah عز وجل then do just the minimum the minimum obligatory thing that Allah سبحانه وتعالى has commanded us to do the salah and the zakat and what have you also the Prophet صلى الله عليه وسلم said that iman in your heart becomes old as an old clothing you know becomes you know old so ask Allah سبحانه وتعالى to bring you your iman in your heart and that's why you know we always the mu'mineen always ask Allah سبحانه وتعالى to strengthen our heart and strengthen our belief in Allah عز وجل also the Prophet صلى الله عليه وسلم said in this regard that the hearts are between the two fingers of Ar-Rahman Allah twist him and turn him over and over as he lights meaning your heart can be as I said you know in a need and a desire and a love to worship Allah عز وجل and on another hand another day your heart and you feel lazy you don't want to worship Allah عز وجل that's why you always ask Allah سبحانه وتعالى to give you a very strong iman in Allah عز وجل and also al-hasan al-basri may Allah have mercy on him he said that believing in Allah is not something you say with your tongue and you desire it with your mind it is something that is rested and deeply rooted in your heart and it's also interpreted by your action it's not just things you say it's also action you do on a daily basis من أسباب إضافي الإيمان أحبتي في الله هي كثيرة جدا ولكن من أولها هو الابتعاد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن مجالس الخير الابتعاد عن مجالس الذكر والمساجد فخصوصا في هذه البلاد يعني لا توجد لنا مكان يذكر فيه الله كثيرا أو يذكرنا بالله عز وجل وذكر الله والصلاوات وأكثر من المسجد ولذلك ندعو الجميع أن يحاولوا قدر المستطاع أن يأتوا إلى هذه الطبيعة وهي طبيعة ذكر الله عز وجل والمساجد وما يقام فيها من الطعاة لله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تكشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون أيضا من أسباب ضعف الإيمان هو الإغراق والإنشغال بملدات الحياة الدنيا من أموال وأولاد ومحلات ووظيفة وغير ذلك هذه من أكبر المصائب التي تصيب الناس وخصوصا المسلمين في هذه الأيام أن الكثير مننا قد أصبح يعطي جل وقته لكسب المال وليس لعبادة الله سبحانه وتعالى حتى أنه يؤخر أهم شيء في حياته وهي الصلوات يؤخرها إلى آخر وقتها ويصليها سريعا ينقرها نقر الديك ثم يقول أنا أديت حق الله وهذا ليس بالصحيح وما تكون صلاتك مقبولة لكن أفضل الصلوات هي الصلاة على وقتها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ننسى قول الله سبحانه وتعالى في الدنيا إنما أنوالكم وأولادكم فتنة أي الله سبحانه وتعالى عطاك هذا المال وهذه الأسرة والأولاد والزوجة فتنة لك ليختبرك على قدرة إيمانك وشكرك لله عز وجل ويقول سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع كذاب والحياة الصحيحة هي في ذلك اليوم في يوم القيامة إن شاء الله عندما نذهب إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدنار تعس عبد الدرهم تعس يعني خاب وخسر من عبد الدنار ومن عبد الدنار والدرهم والدولار والريال هذا خاسر خسران مبين لأنه أصبح مقادا بشهواته وبيحبه للدنيا وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى my dear respected brothers and sisters in Islam some of the reasons of that contributes to a weak heart or a weak heart that has a weak belief in Allah سبحانه وتعالى the first reason is that we are away and far away from the book of Allah سبحانه وتعالى and from the sunnah of Muhammad صلى الله عليه وسلم and we are far away from the masajid which is the last place or the last environment that serves the Muslims in this country especially in this country this environment, the environment of the masjid is here when you come and worship Allah سبحانه وتعالى make remembrance to Allah سبحانه وتعالى read the Quran and do your different ibadat this is the environment in which you should come to it and try to be here as much as you can for every salah Allah سبحانه وتعالى said in the Quran isn't it time for those who believe that their hearts should be humble to Allah سبحانه وتعالى or to the dhikr of Allah سبحانه وتعالى and it what has revealed of the truth and they should not be like those who were given the book before them that they had increased their desire in dunya and then their heart became so hard and most of them or a lot of them are fasiqoon also another reason for having a weak heart or a weak belief in Allah we believe in Allah عز و جل is that we are so much and so deep into dunya life, family, money, cars, money, money, money and we leave the worship of Allah سبحانه وتعالى comes the last to a lot of us dunya comes first which should be the opposite that Allah سبحانه وتعالى and worshiping of Allah عز و جل should come first because Allah سبحانه وتعالى said in the Quran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I did not create men or jinn and men except to worship me then money and you know dunya comes after that inshallah also Allah سبحانه وتعالى said in the Quran إنما أموالكم وأولادكم فتنة that your money and your families or your children are nothing but fitna temptation also Allah سبحانه وتعالى says وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغْرُورِ this life of dunya is nothing but a deceiving or deceiving temptation the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also said تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمُ he is a loser or he is worth that who worship his dinar or his dirham or his dollar because you are supposed to be worshiping Allah سبحانه وتعالى and not worshiping your wins and your desire and your money because all of this will be going away nothing will stay except your worship to Allah عز و جل we ask Allah سبحانه وتعالى to strengthen our iman أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم شكرا